موسيقى يا أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من مطبخ الحياة النهاردة حلقة اقتصادية حلوة جدا الوصفات بتاعتها بجد حلوة أول حاجة هنعملها هنعمل العجة المأجيل بتاعتنا إيه بقى خمس بيضات كبات دقيق ثلاث معالق مية معالقة صغيرة ممسوحة بيكم باودر بصلة متوسطة أربع معالق كبيرة بقدونس وتوم حوالي ثلاثة أربع فصوص هعمل إيه أول حاجة أنا بحب البصلة بتاعت العجة مستوية ما بحبهاش نية حط شوية زيت ويجي أحط بصلة بتاعتي أشوحها في الزيت لغاية لما تصفر بس أنا مش عايزها تتحمر مجرد إن هي تصفر في الزيت وتديني زيحة وطعم حلوين العجة دي في منها أشكال وألوان يعني في طرق كتيرة جدا للعجة وفي طرق بنضيف للعجة فيها يعني فيه ناس تحط فيها كوزبرة فيه ناس تحط فيها شبت فيه ناس تحط فيها أرنبيت فيه ناس تحط فيها كوسة مفشورة يعني الواحد شاف حاجات كتير جدا للعجة دي موجودة في كل بلاد العالم يعني موجودة عندنا موجودة عند الطالينة عند الإسبان موجودة في دول البحر الأبيض كلها بيعملوها بمساميات مختلفة لكن في الآخر هي الفكرة واحدة لما يبتجي كده يصفر هنزل عليه بالتوم ولو عايز أحط فلفل حرق ممكن أحط شوية صغيرين ده اختياري بس برضو هيبقى حلو فيها المشطشطة بتبقى حلوة قوي بصوا أنا بصفر بس البصلة أول بقى ما رحت التوم تطلع قوي خلاص هشلها من عنار خلاص كده ده اللون اللي أنا عايزة هاجي بقى هنا أعمل البيت بتاعي هضرب البيت بسم الله هحط معا الملح والفلفل ملح ايه دي فلفل سود واضربه بالمضرب السلك هيبقى أسهل عشان كمان لما حطت دي بعد كده ما يكلكها عشان معي الميا بقى هنا ليه 3 معلق الميا دي ايه لازمتها هتفكري البيت هتخليه هش معايا يتضرب معايا بسهولة واحد اثنين ثلاثة مش هتخليه يعمل عرق فلما أجي أعمل فيه دقيق ما يكلكعش اوكي هحط البقدونس الأول لإني لو حطيت البقدونس بعد الدقيق مش هتوزع صح ايه دي البقدونس هاجي هنا بقى الباكين فاودر معلقة الباكين فاودر ممسوحة يعني ايه ممسوحة يعني هعملها كده اهي اهي نعملها تاني هعملها لكو تاني اهي بص اهي كده ممسوحة خلاص هحطها على الدقيق ومهم جدا انخل الدقيق علشان ما يجليش العيد جه نقط بيضة اوكي فمهم جدا انه انا ااخد دي بص دي انخله مع الباكين فاودر كياني بعمل كيك وحاجي اقلب بقى بسم الله بصي ايسا شايف علشان ما يكلكعش معايا لازم اقلب بقوة علشان ما يكلكعش لغاية ما تفكوا كلها وما تكلكعش معايا بصوا اهو لغاية لما دقيق كله يدوب في بعضه ما يبقاش في عندي نقط خالص هجيب صانية بقى وحفرشها بورقة زبدة اهي بص انا انا الورقة الزبدة نقطة زيت في الصانية وبعدين ورقة الزبدة احط عليها نقطة الزيت تاني خلاص واروح جاية حطة العجة بتاعتي بسم الله فيها ويكون حمية الفرن على مية وتبانين عادي وبدخلها فيها بس بعد كده لما تطلع بنعملها صندوشات بس اشايفين الحلاوة بصوا ايوة كدوبة ميالة اهي حلوة وزي الفرن هدخلها الفرن مش هتاخد وقت في الفرن اوي ملاقي الحرط بتاعها تحمل بشغلاش شوية عشان ما تتحرقش مني علشان تبقى من فوق لونها دهبي خلاص هندخلها الفرن درجة حرارة مية وتمانين بربع ساعة بتكسير وحتبقى جاهزة هنعمل ايه بقى تاني دلوقتي خلينا الاول نشو نشيل كل الكلام ده عشان نعرف نشتغل هنعمل شربة الشعرية الحامرة شربة حامرة هنقول حالا المقازير بتاعتنا كبايتين مرأة كبايت شعرية كبايت عصير طماطم متصفي مهمة قوي انه هو يكون متصفي علشان انا عايزة المرأة بتاعتها نعمة مش عايزة فيها الكلكية اوكي طم طم حوالي فاصين اه تلاتة اه توم ميستيكة فاصة او اتنين ميستيكة وباقدونس مفروم ملح طبعا ورشة بغرات مشكلة واللي عايز فلفل حرق بيبقى فلفل حرق اوكي اه دي الشربة بتاعتنا هعطها هنا هحط اول حاجة الميستيكا بصين تلاتة ميستيكا الميستيكا بتدوب في المادة الدهنية بصوا اهي ورحيتها على طول رحيتها هتطلع الميستيكا الاصلية ما بتدوبش في اي سائل ماينفعش تدوب في سائل لازم مادة دهنية وبعد ما تدوب على طول بحط التوم والفلفل الحرق التوم والفلفل الحرق اوسل النار بس علشان مايلسعش مني واقلب الشهرية ببقى واخداها لونها دهبي مديها تحميلة بسيطة من قبل ما استغل بيها هي كده اقلبها شوية مع الميستيكا اجل تقيية المأزير بعد ما الشهرية تقلب سلنا هحط الصلسة دايما انا الصلسة بحبها تشكشك كده شوية في اي حاجة بحطها هاته عشان تديه طعم حلو في الآخر رشة البهارات رشة بسيطة قوي بوهارات ايني وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم عصير الطماطم استناها تغلي غلوتين هحط لها بقى الملف والفلفل فلفل سود علشان اسوي الطماطم الشربة دي مش هخليها تغلي كتير في الشعرية يعني المرأة مش عايزها تغلي كتير انا عايزها اسوي الطماطم الاول عشان كمان الشعرية تستوي معايا ما تبقاش مارقشها وبعد كده هتغلي بالمرأة ما بيش خمس دايق وخلاص بصوا ده الاخطر ده الفلفل الحرق المرأة هي معانا بسم الله الرحمن الرحيم بس هحط فيها البقدونس انا عايزها البقدونس نقط خضرة فيها مش عالوش وبغطيها وبسيبها خمس دقايق بالزبط تغلي على النار احنا حطين فيها فلفل حرق زي ما قلنا ممكن ما تحطيش الفلفل الاخضر وتحطي شطة عادية بس هي بالفلفل الاخضر طحفة حخليها تغلي خمس دقايق وفي بعد انا هروح لفاصل بقى خلاص هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني استنونا موسيقى رجعنا لكم من جزيد هنعمل ايه دلوقتي هنعمل حمص شام حاجة بقى للشتة كده وللبر انا حطيت المية لتر المية في الحلة وعلشان يلحق يغلي قبل ما اقول المأزير مقدرنا ايه كوباية حمص شام حبتين طماطم مبشورين معلقة سكر فاصنتهم كامون وبابريكا شطة ولمون للتقديم سهلة جدا وما فيهوش اي مشكلة انت لو عايزة تخليه احمر زيادة هتحطي فيه معلقة سلسل احنا هنعمله زي ما هو كده بس انا عايزة اقول حاجة الاول لو الحمص بتاعي بلدي لازم يتنيع 24 ساعة ماينفعش نقعه 8 ساعات الحمص العادي هو البتنيع 8 ساعات لكن البلدي حيبقى مر معاك وحيبقى طعمه مش حل وحيبقى مفرول كده ومش مستوي وحياخد سوى على النار رهيب الحمص البلدي انقعيه على الاقل على الاقل 24 ساعة ويتغير ميته مرتين وانا نعام ده البلدي لكن الحمص العادي اللي في كاس سوبر ماركت ده بيتنيع 8 ساعات عادي ولازم يتنيع بعد كده اهو مسلوقه 3 تربع سل ده مسلوقه 3 تربع سل يعني بصوا لما بضغط عليه بيتفعي اسمعي لما اضغط جامد خلاص اهي بصوا لما اضغط عليه جامد لكن لما اضغط جامد اهو ده معناه انه مسلوق 3 تربع سل خلاص بيجي بقى المياه السخنة هحط الحمص بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم هحط الطماطم المبشورة الطماطم المبشورة شطة بقى ازاي انتوا عايزين لو ما بتحبوش الشطة او فيه ناس في العيلة بيحبوش الشطة الشطة تخط في الاخر البابريكا بقى علشان اللون والطعم المدخن البابريكا بقى هي دي بتدي طعم رهيب لبلح الشاب ودي كمون حمص من غير كمون ماينفعش الطم ومعلقة السكر واكيد الملح هنحط الملح الفلسود والملح عصير اللمون هخليه الاخر مش هحط له عصير اللمون دلوقتي لو تحط عصير اللمون معاه الحمص مش هكمل سواه الحمص العصير اللمون هيوقف في التسوية فلازم احط هسيبه بقى يغلي لغاية لما يستوي الحمص تماما اهو بصوا اهو محتاج لسه ان الحمص يكمل سواه في الحاجات الحلوة اللي ريحته فضيعة بجد ريحته تحفر بصوا اهو انا هجيبه يا ياسر على عين تانية عشان اعرف اشتغل الباقي هجيبه على عين الاصغر اهو بسم الله هنسيبه بقى يغلي وهيفضل اللمون اللمون هيتخط زي ما قلنا في الكوبايات بعد منخلص علشان اللمون مش هخليه استوي معايا دايما اللمون يعني مثلا لو هعمل بطاطس هحط عليها لمون اي حاجة الحمص الحاجات اللي هي لب محتاجة تتهرس ما تحبحبش ما حطش اللمون والحاجة على النار بحط اللمون بعد ما تستوي اه يكمل سواه معايا يعني بطاطس خليها تستوي بعد كده حط اللمون وخليها شوية في الفرن تعقل لكن ما حطش اللمون من الاول مش هتستوي اوكي هنخليه بقى يكمل سواه وبعد ما يستوي هنغرفه هنعمل دلوقتي ايه هنعمل النوع من انواع مقبلات الجبنة هنحول الجبنة البيضة العادية بتاعتنا لمقبلات شيك وحلوة المقادير بتاعتنا ايه جبنة قريش قالف جبنة قريش وقالف جبنة براميني وحستعمل بقى الورق ورد مجفف الورد البلدي ورق مجفف هستعمل سوداني مجروش هستعمل زعتر حبة البركة بقدونس مفروم فلفل حرق مفروم وحستعمل سمسم هعمل ايه حاجي الجبنة دي مش عايز اقول لكم بتتباع بارقام خرافية وفي الحفلات الشيك وفي الافراح الشيك بتتحط كمقبلات غالية جدا انا ليه بخلط بقى الاتنين دول على بعد علشان مايبقاش طعمها حادق قوي ومايبقاش طعمها جبنة قريش فبخلط البراميل بالقريش البراميل لو القلب كبير مش هحطه كله عشان القلب ده كبير قوي فاق مش هحطه كله هحط هخلطها الاول يبقوا الاتنين مع بعضها هحط معاها الفلفل حرق هحط السمسم شوية سمسم شوية حبة البركة واديها ضربة عشان اخلطهم مع بعض بعد كده هاجي كيس نايلون هاقصه عشان يبقى كبير ويبقى سهل ان انا استعمله افتحه كده ممكن تستعمل النيلون لازم احطها في التلاجة شوية علشان تجمد علشان ما تبقاش ملزاقة في ايديه واعرف اتعامل معها فانا هي حلفها على شكل رول هحطه في التلاجة او في الفريزر احطه في التلاجة ايديه انا مش عايزات خين قوي انا بصوا بعمله كرول اهو اهم حاجة انه يبقى يبقى مخلط كويس قوي وبعدين اروح عاملة كده علشان اشده وهنا نفس الكلام بس الاول اعمله نفس العرض عشان ما تبقاش حتة اتخم التانية اوكي وبعد كده اروح خلاص اهو وبحطه في التلاجة خلاص بدخلوا التلاجة بلفوا ودخلوا التلاجة نيجي بقى هنعمل ايه هجيب الزبيب بتاعي عايزة وسامسح الاسكينة عشان ما يلزقش فيها الزبيب اهي وهحاول يعني مش هفرمه اصغره شوية علشان يلزق بسهولة اهو خلاص خلاص ايه ده الزبيب هحط معاه السوداني هحط معاه ورق الورد انتو الخلطة اللي انتو عايزينها يعني مش لازم الخلطة دي اي خلطة وهحط معاه حاجة خاضرة اللي هو البقدونس اهو ودي فارمه عشان يبقى ناعم نوعا ما اهو وهحطه كده اجيب الرول اللي انا عملاه من الاول وهطاف الطلاجة حطناه في الطلاجة بجيبها بالطلاجة دي الخلطة اللي انا عملاها علشان اغطي بها الجبنة ما بتتحطش في الطلاجة كثير بسيط وبعدين باجي بالراحة بروح منزلاها على الخلطة دي علشان تمسك فيها عايز اقول لكم طعمها وشكلها بيكون فضيع اهو بغطيها بيها وبتقطع بعد كده رولات بتتقدم جنب عيش محمس بتكون طحفة انا لو اي حتة فيها قليل بروح حطا لها اغطيها بيها كلها وهحطها في الطبق لغاية لما نحطها في طبق التقديم اه اه دي عبارة عن هي المفروض تتعامل بالجوت شيز اللي هي جبنة الماعز وهي غالية قوي في مصر جبنة الماعز عشان كده انا عملت خليط من البراميل والاريش عشان ادي نفس التقاف نتصرف سير بروفو علشان ادي نفس التأثير طعم ببقى حلو جدا وفي الاخر بتقدمي حاجة شكلها شيج جدا وغالي جدا بقى أقل التكاليف اللي ممكن تعمليها ده رول الجبنة هو عملناها هنحطه على جم ونشتغل في الوصفة الاخرانية المقادير بتاعتي حعمل الينسونية مقادرنا اتنين كبات سميد نص كبات دقيق تلات معالق سمسم معالقة حبة البركة معالقة خميرة اربع معالق ينسون كبات مية نص كبات زيت تلات معالق سمنة تلات معالق لمن بودرة وشربات خفيف زي شربات البسبوسة بالزر حاجة اعمل ايه السمنة بتاعتي هحطها في المايكرويف نص دقيقة تترى بس انا مش عايزها سايحة عايزها تترى بس فيه ناس بتستعمل زيت الزيتون في الوصفة دي بس السمنة فيه احلى يعني الحلبة دي شبه الحلبة صنيت الحلبة بزيت الزيتون حلو فيها دي السمنة احلى فيها حاجة اعمل ايه اول حاجة كبات المية بغلي فيها الينسون بصوا بغليها واسيبه وينقع فيها بعد كده كأني بعمل كبات ينسون اهي الينسون بتاعي بغليه غلوة واروح طفي عليه وسايباه خلاص بحطه في البولة بتاعتي وهحط الزيق اهي دي السمنة بسم الله وعجنهم هحط هحط اللبن فاودر نسون ودي السمسم حبة البركة والخميرة بتاعتي بقلبهم كلهم واخر حاجة بقى بحطها ايه السميد السميد بتاعي وقلب كله مع بعضه اكون مجهزة صنية ثمانية وعشرين وبحطها فيها وبدخلها الفرن ده القوام اللي انا عايزة وصله اهو الدقيق مع السميد بحطها في صنية وبدخلها الفرن وبتاخد الفرن حوالي من ساعة لربع الساعة حسب فرنك بعملها على حرارة مية وتمانين وبعد لما بتطلع بسقيها بالشرباط احنا عاملين واحدة ايه اهي حطناها في الفرن حطناها في الفرن اخدت بالزبط ساعة لعشر دقايق وبعد كده بصب عليها الشرباط اه الشرباط الخفيف بصبه عليها وبسيبها شوية تشربه اه هروح عاملة كده واه الاول هحاول ادخل الشرباط عشان تشربه وهدخلها الفرن تاني زي البسبوسة بالزبط البسبوسة لما انطلحها من الفرن بنسقيها بالشرباط وبنتفل الفرن وندخلها في الفرن خمس دقايق خلاص انا نفس الحكاية هعملها هدخلها الفرن خمس دقايق على ما نطلع الفاصل فيها هدخلها هسيبها الفرن الفرن مطفي تتسافل فرن السخن المطفي خمس دقايق وبعدين بطلحها وبالهنة والشفا هطلع الفاصل وارجعلكم بعد الفاصل تاني تانونا رجعنا من جديد قبل ما نقول عملنا النهاردة كنت بس عايزة اكلمكم عن معلومة بسيطة البيض البيض البيضية الوحدة عايزة اقول لكم قد ايه فيها قيمة غذائية يعني البيضة دي غذاء كامل كان زمان بيقولك البيض فيه كوليسترول عالي اثبتت الامحاس ان الكوليسترول ما بقاش كتير في البيض ان دي كلاك اعتقادات او معلومات خاطئة البيضة عبارة عن غذاء متكامل خصوصا للناس الزغيرين يعني الاطفال الزغيرين لازم بضاية في اليوم بأي حال من الاحوال وبعد سن الـ 18 ممكن تبقى ثلاث بيضات في الاسبوع بس قبل 18 سنة عشان اكتمال عناصر الغذائية كاملة في الجسد لازم الطفل والمراهق يأكل بضاية في اليوم فنهتم بالبيض كغذاء متكامل لصحة اولادنا اوكي عملنا ايه النهاردة بقى عملنا عجة بالبيض وحطينا فيها البصل والبقدونس والخضوات عملنا شربة بالشعرية والطماطم شربة حامرة غير شربة الشعرية اللي احنا متعاودين عليها دي بتبقى حلوة قوي وفي الشتاء احنا محتاجين الشربة بتدفي وبتدينا طاقة عملنا حمص الشام عايزة اقول لكم خرافي طعمه فظيع وبدينا اهو شايفينه مع اللمون بقى يتعصر عليه اللمون ده محبوب الكل في الشتاء يعني ما فيش حد بقدر يقاوم حمص الشام عملنا كمان ايه؟ عملنا مقبلات حلوة قوي من الجبنة خلطنا القريش مع جبنة البراميل وعملنا بينها مقبلات جبنة مع سوفول سوداني وبقدونس والورق الورد الأحمر احنا بنجفف ورق الورد وبنتحنه وبنستعمله في الديكوريشن بتبقى حلوة جدا مش هتلاها شيء جدا وحلوة النهاردة الينسونية شبه البسبوسة بس هي معمولة بالينسون حلوة وجميلة وبتدفي وما بيش أحلى من كده الوصفات كانت حلوة يا رب بتعجبكم إن شاء الله لنا وصفات وحلقات كتير أشوفكم على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة